الشي اللي بده يصير أكيد رح يصير بس أنا ما رح أمنعك أنك تتزوجي الشاب اللي أنتي بتحبي بس خبريني أول شي لأنك أحسن بنت بالعالم كله ولازم أتأكد أنه هذا الشاب يستاهلك لا تتزوجي بدون موافقتي مثل بابلي ماشي؟ هالشي ما رح يصير وحتى إذا صار هيك بالصدفة أنا بعدة إنه أكيد أنا ما رح أتزوج هداك الشاب غير لحدها توافقي إذا تزوجت بدون علمها أكيد هي رح تتضايق كتير أنا وعدت أمي إني رح أتزوج الشاب اللي هي رح توافق عليه ما فيني أخلف ببعتي شوفي يا بنتي مدي إيدك يلا لو سمحتي يا بنتي بزن إنه هالبنت هلأ رجعت العقلة لحيك ما رح تمد إيدها أنا طلبت وتمنيت إنه مايا ما تمد إيدها ولا تتزوج هي ورام بيها وبعدين رح أتبرع ألفين وميت روبيل لا رح أتبرع بواحد وعشرين شو مايا ما عد سمعت؟ وأنا كمان متفاجئ مثلك شو قصة مايا؟ بتمنى كتير إنه مايا تكون غيرت رأيها إذا بيصير هالأمر وقتها هذا الزواج ما رح يصير عمتي ست سواريني كان معها حق بشو معها حق؟ هي كانت عم تقول إنه كل واحد بهي الحياة الوحدة محدد رح يتزوجه مو نحنا لما نقرر كل واحد مين رح يتزوج بهالدنيا أنا ما فهمت هالشي من قبل بالحقيقة كنت لقي هالحكي غريب وأخيراً فهمت شو كان قصده يمكن مايا ما إلا حظ إنه تصير مرتولة رام بي لكن مين اللي حتتزوجه؟ بنت أخوكي هي اللي رح تصير عن قريب مرتولة رامبير كولي آسفة أمي عم بخلف بالوعد يلي وعدتك يا كرمال إني إنقذ رامبير وعيلته اختحوا يديكم بالو بدل الوحدة وعشرين ألف كان فيك تقولي وحدة وخمسين ألف روبيه قل لي ليش ما بتقدري تكوني كريمة شوي عيب عليتي حماتي ليش عم تصرخي علي قدام كل الناس هون مو مضبوط أنا ما عم سرح بلا فهم لا اشتركوا في القناة